أولاً وقبل كل شيء تنشكر الأستاذ أبوشرا على ممضغري على حسن الاستقبال وحفاوات الترحاب بالمكتب ديالها لإحتضم هذه الجلسة الماراتونية ديال الصلح شكراً لقناة صدار على مواكباتها لدني الفاذا كانت تكميلاً لإجراءات كما صرحت لإجراءات ديال الصلح كانت بدأت بوضع التنازل على الدعوة ديالتطليق فأمام الحكمة البتدائية بأزر قسم قضاء الأسرة وكانت تكميلاً لإجراءات هذه بتنصيق مع الأستاذ أبوشرا على ممضغري الدفاع ديال ساميران وبمعية الأستاذ ديالتفتاح زهراش اللي تنقلنا المكتب ديال الأستاذ واللي رحبت بنا بوحتي رحب قلمتي له باش نواصلوا هاد الإجراءات ديال الصلح وفعلاً هاد الجلسة الماراتونية اللي كانت اللي حضرنا لها كاملين كان الصلح على مرحلتين كانت المرحلة الأولى كنا غادين في إطار ويعني أنه هاد الزوجين هادو أنه يتراجعوا ويكملوا الأسرة ديالهم وبمعية الأبناء ديالهم ولكن كانت واحد نقاط خلافية بينتهم وكانت جوهرية هي اللي كانت عائق بالنسبة للحل هذا اللي هو الصلح والرجوع بين الطرفين حيث كان هاد الفشل هاد يلادي محاولة الأولى لدينا لمرحلة الثانية وهي تتعلق بطلق التفاقي كانت بعض البونود تم تصطير ديالها إلا أنه التفاصيل يعني لن نفسح عنها لأنها يعني ربما مازال يعني عالقة ومازال لم يتم الحسن فيها ومازال الخلاف قائم بشأنها وغالاً وغالاً غالاً غالي إن شاء الله نفسحوا عليه في الوقت المناسب بالنسبة للبونود هذي إلا تم هاد طلق التفاقي فإعلان رغالي تصدق عليه المحكمة وغالي يكون أي بوند يعني تتفقو عليه الأطراف رغالي تصدق عليه المحكمة وغالي يكون ذاك يعني ذاك الحكم هو السند اللي غالي يربط يعني العلاقة ديالهم من بعد طلق التفاقي ومع لنا إلا يعني هذه إجراءات مجرد إجراءات ولكن تنتمنونهم بالتوفيق ولا يرجعوا معولداتهم ويكملوا المسيرة ديالهم ولا هم التوفيق ولا هم التوفيق قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونوا في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي